وَفَوْقَ كُلِّذِيَ الْمِنَّالِيَمْ اما الاتجاه بشكل دائري حركة الجسم ستكون بشكل دائري لكن السرعة ستكون بجهة اليمين لكن بما انها تدور حركة دائرية فانها ستتميل بهذا الاتجاه حتى تشكل دائرة الآن عندي السرعة وان وعندي سرعة تو ولي هي حركة الجسم حركة المتجه بعدين عندي ار وعندي حاجة اسمه التسارع اللي هو التسارع مركزي التسارع مركزي يكون باقي اتجاه التسارع مركز دائما يكون بيتجاه مركز هذه الدائرة اللي هو اي سي AC هو عبارة عن التسارع المركزي الذي ينتج عن حركة هذا المتجه والذي يكون بجهة المركز سنحل في الفيديو الثاني القوانين حتى نفهم هذه الدروس